إذا ما سألنا عن أخطر أسماك المحيط فسنسمع تقريبا إجابة واحدة وهي القرش الأبيض هذا العملاق القاتل الذي يجوب البحار والمحيطات بحثا عن الطعام وإذا ما صادف أحد البشر الغير المحظوظين فإنه ينقض عليه بلا رحمة كما يحدث في الأفلام ولكن هذه الصورة الشائعة غير صحيحة وتحتاج إلى إعادة نظر وما قد يفاجئك أنه في الواقع الحقيقي العكس تماما هو الصحيح فالبشر هم من يجوبون هذا الكوكب بحثا عن هذه الكائنات وما إن يصادفوا إحدى أسماك القرش سيئة الحظ فإنهم ينقضون عليها بلا رحمة ويسببون لها موت مؤلمة ورغم أننا سننتحدث عن أهم أعداء القرش الأبيض من كائنات المحيط إلا أن البشر هم ألد أعداء هذا الوحش وهم التهديد الأبرز لوجوده كيف لا؟ ونحن نقتل مئة مليون سمكة قرش كل عام هذه إبادة في مقابل عشرة هجمات قاتلة من القرش الأبيض على البشر سنويا وأغلب هذه الهجمات تحدث إذا ما شعر القرش بالتهديد أو ببساطة بدافع الفضول أو حتى خطأ في تحديد فريسة التي ربما يتشابه شكلها مع ملابس السباحين أو راكبي الأمواج أي كان السبب؟ فما يمكن تأكيده هو أن البشر ليسوا في الواقع على قائمة طعام القرش وعلى الرغم من صعوبة تصديق ذلك إلا أن القرش الأبيض الذي يعتبر المفترس الأشرس في المحيط لديه العديد من العداء الطبيعيين وهذا الوحش الأسطوري يتعرض للعديد من الهجمات القاتلة من عمالقة المحيط الآخرين ولكن من لديه الجرأة على مطاردة القرش الأبيض في عام 2017 جرفت الأمواج خمس جثث لأسماك قرش أبيض عملاقة نحو شواطئ مقاطعة وسترن كيل في جنوب أفريقيا الغريب أنه تم إزالة كبد هذه القروش بشكل متعمد وترك بقية جثة في هذا المحيط الشاسع لن يستطيع القيام بهذا الفعل الرهيب سوى كائن واحد الأوركا أو كما يحب أن يسميها البعض الحوت القاتل هذا العملاق الذي ينتمي إلى عائلة الدلافين ويزن أكثر من ثلاثة أطنان ويصبح بسرعة قد تزيد عن خمسين كيلو متر في الساعة هو المفترس الأعلى في المحيط وأي حيوان بحري جسده غني بالدون فهو فريسة واحتملة للحيتان القاتلة ورغم تفوق القرش الأبيض على الأوركا بامتلاكه فكا قويا يمكنه العض بقوة هائلة تزيد عن أربعة آلاف رطل لكل بوص مربع إلا أن الحوت القاتل أسرع وأضخم كما أنه أكثر ذكاء ويتمتع بقدر كبير من الحماية لأنه يعاجم في مجموعات عبر هجمات منصقة وتكتيكات صيد غاية في الذكاء وبالتالي فإن معظم أسماك القرش بما في ذلك القرش الأبيض أذكياء بما يكفي للابتعاد عن الأوركا وإذا ما رأى أحد هذه القروش حيتان الأوركا فإنه يهرب فورا من المنطقة ولا يعود إلا بعد شهر وما قد تفعله هذه الحيتان القاتلة بالقرش الأبيض قد يصيبك بالصدمة والذهول حيث تطارده الأوركا في مجموعات ويضيقون عليه الخنق إلى أن يتم حاصرته وإذا لم يستطع القرش الهرب إلى الأعماق فإنه سيتلقى ضربات قوية وسريعة من عدة جهات وما إن يشعر بالتعب حتى يقوم الأوركا بتثبيت القرش وقلبه على ظهره ثم يتم إبقاؤه على هذا الوضع عدة دقائق وأثناء ذلك سيصاب القرش بالشلل التام ولن يكون قادرا على الحركة أو التنفس ثم تتقدم حيتان الأوركا بهدوء لتعاجم القرش من أسفل البطن بهدف الوصول إلى الكبد الذي ربما يمثل ربع وزن جسده كما أنه يعد مصدرا غنيا للغاية من الدمون والسعرات الحرارية تتناول حيتان الأوركا كبد القرش الشهي ثم تترك بقية الجثة لا شك في أن القرش الأبيض لديه سمعة مخيفة كما أنه قوي ولديه ذكاء لا بأس به لكنه ينحني أمام حيتان الأوركا فهم قادرون على قتله بفضل ذكائهم وبنيته من الاجتماعية القوية